موسيقى شهد العام 2019 تحصنا ملحوظا مقارنة بالعام الذي سبقه حيث شهد العام هبوط سعر صرف الدولار في السوق الموازي دون الأربعة دنانير مقابل الدولار الواحد مع انفراج نسبي في أزمة السيولة لأن ذلك لم يحل دون القضاء على التوابير أمام المصارف التجارية نفطيا كانت إرادات السنة الماضية أفضل من العام المنصرم لأسباب عدة أبرزها التعديات المتكررة على المنشآة النفطية كما شهد العام محاولة إدخال العملة الليبية المطبوعة خارج القنوات الشرعية ورغم تطورة المتسارع عسكريا وسياسيا لأنها لم تمنع المواطن من متابعة الأحذات الاقتصادية للبلاد نتابع التقرير التالي ومن ثم نبدأ الحوار رغم تأزم الأوضاع سياسيا وعسكريا عام 2019 كان ملف الاقتصاد يشهد تحسنا ملحوظا في جوانب كثيرة انعكست عليه بعد توقيع حزمة الإصلاحات أواخر العام السابق بدأ من التحسن في قيمة الدينار الليبي أمام النقد الأجنبي والذي استقر بمقربة سقف الأربعة دنانير مقابل دولار أمريكي واحد ليمثل عاملا لرفع المعاناة عن كاهل المواطن بشكل تدريجي وصولا إلى توفر السيولة في معظم المصارف التجارية وارتفاع قيمة السحب للمواطن لتصل في بعضها إلى سقف الثلاثين ألف دينار أسبوعيا بعد أن كانت لا تلامس سقف الألف الواحد الطفرة الإيجابية التي مر بها الاقتصاد الليبي هذا العام أقدم بعدها حفتر على خطوة كادت أن تعصف بالاقتصاد مجددا بإعاز لمصرفه الموازي بطباعة مبالغ مالية كبيرة من العملة الليبية في روسيا ليعرقل ما حقق من نجاحات في الاقتصاد الليبي وهو ما أظهرت بيانات الجمرك الروسي بتكثيف مصرف البيضاء جلب العملة الليبية المطبوعة في الخارج دون غطاء قانوني ومالي كاف بالعملة الصعبة ما يهدد بنسف المكاسب التي تحققت وتماشيا مع سلسلة الإصلاحات وسياسة معالجة تدهور الدينار الليبي شرعت المصارف التجارية منتصف أغسطس في صرف النصف الأول من منحة أرباب الأسر للعام الحالي الشأن الذي أشغل المواطنة رغم رؤية البعض لهذه المنحة أنها مكسب لتجر وفي طرف آخر يرى البعض أن هذه المنحة تقوم بإنعاش الوضع الاقتصادي إذ عاملت على حلول لكثير من المواطنين استفادة من فارق السعر بشكل أو بآخر قضية عسكرة المنشآت النفطية لا تزال تثير الكثير من الجدل بين من يدعو لتجنيبها الصراعات السياسية ومن يهدد بإيقاف العمل داخلها أو تصدير نفطها بطرق غير مشروعة مبدأ العدالة الاجتماعية والأجر مقابل العمل خطوط اتخذها مجلس الوزراء بحكومة الوفاق للتخفيف من مصرفات بند المرتبات بند أرهق كاهل الميزانية العامة للبلاد دفع الحكومة لتخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ووزرائها والوكلاء بنسبة أربعين بالمئة فضلا عن المستشارين الذين خفضت مرتباتهم بما نسبته ثلاثون بالمئة تخفيض المرتبات وصفه متخصصون بالمبادرة الجيدة وفرصة لخلق بيئة مناسبة لتحسين معدلة التضخم وتنظيم الجهاز الإداري بالمؤسسات ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ويبقى المواطن الليبي بين توديع عام اقتصادي مضى وانتظار عام مقبل على أمل تحسن الأوضاع الاقتصادية المضطربة منذ سنين واستقرارها وبداية مشاهدين اسمحوا لي أن نرحب بضيفي هنا في الستوديو السيد محمد الرعيد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة وعضو مجلس النواب أهلا بك سيد محمد أهلا مصالح بك مصالح خير تحية لك وتحية لكافة الأستاذ المشاهدين سيد محمد يعني العام 2019 شهد العديد من المحطات على الصعيد الاقتصادي من خلال الصفة التي تحملها كرئيس الاتحاد لغرف التجارة والصناعة كيف تقيم الاقتصاد الليبي خلال هذا العام مقارنة بالعام المنصر؟ بكل تأكيد السنة الماضية أعتبر ممتاز نسبيا مقارنة بالسنة التي قبلها ولولا دخول هذه الاعتداء الغاشم على طرابلس اللي فعلا أفسد ما كنا نصبه إليه هذه السنة من تقدم ورقوي اقتصادي ولكن في كل الأحوال يعتبر أفضل من سنة 2017 و18 بكثير نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي صدرت في شهر أغسطس السنة الماضية وهذه الإصلاحات فعلا أدت إلى استقرار السوق وانقفاض الأسعار وحصول الدولة على دخل من قبل الرسم يفيد في تشديد الدين العام وأيضا هذه الأموال التي كانت تذهب إلى الكثير من المضاربين والكثير من التجار الذين يصمسون في الاعتمادات والذين يبيعون العملة ويأتون بالحاويات الفارغة كل هذه الإصلاحات كانت تصب في مصلحة الاقتصاد الليبي وهناك تحسن كبير بالرغم عدم رضانا على الكثير من الإجراءات التي سنتطرق لها في هذه إن شاء الله الحلقة والتي نحن نتمنى من المجلس الرئاسي والمصرف المركزي اتخاذها لإصلاح الاقتصاد لأنه بصفة عامة إذا أردنا أن نقضي على الفساد أو نخفف من الفساد علينا تجفيف منابع الفساد وأعتقد أن أكبر منبع للفساد هو وجود سعرين للعملة في دولة واحدة كل الدول التي لديها فرق عملة كبير وكل ما زاد فرق العملة كل ما زاد الفساد في هذه الدول والدهاب الأموال إلى غير مستحقها ودهابها إلى العصابات ودهابها إلى المنيشيات ودهابها إلى الصراق بصفة عامة اللي هو يؤثر سلبا على الاقتصاد فإذا نحن إن شاء الله ما نصبه إليه هو توحيد سعر الصرف بالرسم أو باتخاذ قرار من مصرف المركزي لسعر صرف خاص ينزل تدريجيا أو الوقود الذي الآن يدعم بشكل غريب جدا وبشكل جنوني لا يصدقه أحد بأن سعر البنزين ما يعادل 3 أو 4 سنت من الدولار في حين أنه في كافة الدول العالم يفوق لتر البنزين حوالي الدولار إذن علينا أن نقول الحمد لله بالرغم من الحرب بالرغم من مشاكل وضعنا في تحسن مقارنة بالسنوات الماضية وعلينا أن نشتغل جميعا من أجل إصلاح أكثر من أجل تطبيق الإصلاح الاقتصادي بشكل أكبر حتى نصل إلى اقتصاد صحيح لأن ليبيا بصفة عامة تعتبر دولة غنية لديها موارد كثيرة جدا شعبنا قليل وباتخاذ حزمة من الإجراءات نستطيع أن نوجه المواطن إلى العمل وإلى الشغل والاهتمام بالقطاع الخاص الذي هو يعتبر الموقض للاقتصاد في جميع دول العالم وعلينا أن نتخلص من حقبة العهد السابق الذي هو جعل جميع الليبيين موظفين بدل ما كانوا في السبعينات الليبيين كلهم ينتجوا كلهم الشغل في جميع المجالات والذي نعرف أنه سنة سبعين تم تغيير مجتمع الليبي بالكامل من مجتمع منتج كادح يشتغل إلى موظفين بالكامل في الدولة وفي المعسكرات بحجة التجنيد الكاذبة التي اتخذها النظام السابق إذن بصفة عامة الوضع أفضل نلاحظ هذا بوجود الأسعار في أغلب السلع والبضائع التي انخفضت إلى قرابة 50% عما كانت عليه في بداية 2018 و2017 توفر السيولة بالمصارف واللي وصلت في بعض المصارف إلى صقف السحب وصل إلى 100 ألف دينار للأفراد في بعض فروع مصرف الجمهورية أيضا انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي واللي احنا السعادة بوجوده برغمنا نجد تململ وهناك في الإعلام من يتكلم ويستغرب في انخفاض سعر السوق الموازي وهو الحقيقة هو الصحيح أنه يكون سعر السوق الموازي وسعر البنك زي بعض أو حتى إذا كان في فرق ما يكونش أكثر من 5% بكتير طيب مسألة منح مصرف ليبيا المركزية الترخيص لمزاولة مهنة الصرافة هل لها دور في خلق سعر موازي لسعر مصرف ليبيا المركزي وأيضا تشكيل فراغ كبير بين سعر المصرف وبين سعر السوق هو في الحقيقة مصدر الدولار في ليبيا مصدر واحد وهو النفط ومصرف ليبيا المركزي وبالتالي وجود شركات الصرافة بالتأكيد لها دور ويفيد في تنمية الاقتصاد وتوفير حاجة المواطن من العملة في أماكن عدة ولكن عندما يوجد مصرف مركزي هو من يحدد الأسعار وفي مصرف في جميع نحاء ليبيا فنحن نبدأ أولا بتوحيد سعر الصرف أو توحيد الرسم على جميع بيع العملة بعدين نخلي المصرف تشتغل وفق القانون وتفتح وسائل الدفع الأخرى وهي الحوالات والاسترات مقابل مستندات وأيضا الفيزا كارد فرود تكون مربوطة برقم الحساب وتكون بلا حدود يعني ممكن واحد ياخد فيزا كارد تشغل بها طول وقتها مدام حسابه فيه فلوسه هو ياخد لشأن الدولار بالسعر بالرسم لازم أن يفتح للجميع ويعمم حتى نستطيع أن نصل إلى استقرار لسعر العملة ونستطيع أن نقضي على الفساد ونبدأ زي دول العالم ما هو مسموح به في دول العالم من إجراءات مصرفية يجب أن نعمل هنا لا نكافح إلا غسيل الأموال أو دعم الارهاب ومن باقي المفروض يكون مفتوحة للجميع وفي الحالة هذه نستطيع أن نقيم فعلا سعر العملة ويستطيع مصرفي مركزي أن يقرر تخفيض الرسم أو لا حسب إمكانيات المصرف وحسب الطلب على العملة وفي الحالة هذه نستفيد أيضا استفادة أخرى أن كل الناس تتجه إلى المصرف وأن العملة الورقية ترجع إلى المصرف وتبدأ الناس عندها في تقه في المصرف ولكن ما نشاهده اليوم أن أكثر من 70% من القطاع الخاص وخاصة صغار التجار وحتى الشركات الكبيرة في العديد من معاملاتها تحتاج إلى السوق الموازي لأن المصرف المركزي شارط علينا الاعتمادات فقط ولا توجد في المصرف منظومات وموظفين مختصين لفتح الاعتمادات بالشكل السريع وأيضا هناك عمولات كثيرة وهناك توجيه للمصرف التي تتمنى المصرف الليبي الخارجي الذي يأخذ عمولات أكثر من المصرف الأخرى فنجد أن مصاريف الاعتمادات وخاصة كل ما قلت كيمتها تصل إلى 10% مصرفات الاعتماد وبالتالي يفضل أن يشري من السوق الموازي أحسن من يفتح اعتماد بالإضافة إلى قلنا الوقت وأيضا هناك مشكلة أخرى وهي وجود جمارك ووجود جمارك هذا بصراحة هو كتبة في ديبيا لأن الجمارك في دول العالم يسن لغرضين الغرض الأول وهو دعم الخزانة ونحن الآن بفرض الرسم على العملة الخزانة عندها دخل فوق ممتاز وبالتالي لا داعي لدخل الجمارك اللي هو لم يتعد المليار حتى أيام 2010 و2009 أيضا تجميد الضرائب لفترة مؤينة حتى نتخلص من الفساد في جميع هذه النواحي وأيضا حتى نشجع التجار والقطاع الخاص للعمل عن طريق المصرف دون حاجة لتزوير فوتير الاستراد أو تزوير الميزانيات أو دفع رشاوة للناس اللي في الجهات المختصة هذه وهذا طبعا نتكلم عليه مش بشكل دايم وإنما نحن في ليبيا نحتاج إلى سنوات ثلاث سنوات أو خمس سنوات من هذا الإجراء اللي هو إلغاء الجمارك وقرار يملك المزلس الرئاسي والضرائب تجمد يهم بتعديل القانون أو تجمد بقرار لفترة معينة حتى نستطيع أن نعدل السوق ونخلي التجار يشتغلوا مع البنوك قبل أن أخذ في تفاصيل هذا الأمر مسألة الضرائب والجمارك دعنا ننتقل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد سالم السيوي ومدير إدارة منحة أرباب الأسر مصرف ليبيا المركزي بداية أهلا بك سيد سالم مرحبا بك في بيوفي كلام ومشاهديك سيد سالم يعني بداية فيما يتعلق بمنحة أرباب الأسر كيف تقيم أداء مصرف ليبيا المركزي عموما وإدارة المشروع خصوصا مع صرف هذه المنحة بالنسبة لمنحة 2018 حين وطمانتاش يضف فيها اليوم احنا نقفلنا الأوقوفات المدونة عليها لمدة ساعة حوالي الآن عشرة أشهر من المنحة في مارس 2019 بلنسبة لمنحة 2019 اللي بده في شارع أغسطس مستمرة اليوم من نهايتنا اليوم نكون نقفلنا على تفانتاش سنوات 16 يمكن نزال وقت الانتهاء متاحة غير محدد يطلع منشور بتحديد الفترة الثانية لانتهاء هذه المخصص دولة نرى التنفيذ التنفيذ بشكل جيد جدا لو قارنات بسنوات الماضية التنفيذ العداد الارقام المرطنية الفترة 4 شهور فترة وفاقت اللي نفت في عام 2017 لمدة سنة كاملة فالان الناس أصبحوا يعني الماضيين أصبحوا أكثر وعيا المصاصر نفس الشيء لوضع الأعليات اللي هي ساعد في تنفيذ المخصصات ايضا الاجعات اللي نفتدتها الساهمة للأعليا للتنفيذ فأصبح يعني الأمر أصبح وفيني أتمنى هو اجتهاد في الموهر هذه كلها وبالتالي ساعدت أو صارت في عامية حجز المخصصات لعدام كبيرا من المواطنين في زمن جديد جديد طيب هناك من يتساعد يعني ما سبب تأخر صرف المنحة من قبل مصرف ليبيا المركزي يعني كل عام لا يتم البدع في صرف هذه المنحة في تواريخ محددة منذ بداية السنة ما السبب أولا حقيقة أنه لا أراجع يعني حديث عن التنفيذ يأتي دنيا عن بيانات تصدر وقرارات يعني من دول الشانس وكامة سيبيا ومكان الإضافية من المجلس الرئاسي كده هذه تحديد عن طريق النوريخ ممتعها لا تنوذينا هنا مثل 2017 بدأت يعني أول من قرر في شهر 2 وبدأت في التنفيذ شهر في 2018 بدأت من أول السنة في 2017 تأخرنا أو يعني 2012 تأخرنا شوية لما لدينا العداد كبيرة جدا فيها عداد يعني أرقام مطنية كبيرة هائلة تفوق متوقع العداد كبيرين بناء الأحصيات اللي دولينا هي مسحة السجل المدني فهي مجموعة من العوامل العاقين اللي قد تتجعنا عند اتقاد قرار وهو تنفيذ المخصصات طيب المنح التي تم تنفيذها الخاصة بالعام 2019 2019 طبعاً كانت عندنا اللي هي تنفيذ المنحة المخصصة الإضافة 2018 واللي يقفل المجلس الرئاسي باجتماع المجلس الرئاسي وموطفية وموطفة وزارة الاقتصاد فيما يخذ فيما يصلنا لذلك وقت اللي هو تتجعنا المالية ونهي 200 500 دولار خدينا في شهر مارس 2019 وقفيت بنهاية عام الدوام هذا اليوم اللي هو يتوقع الانتهاء إذا كان لديك رقم كم بلغ عدد المنح التي تم تنفيذها من قبلكم والمنح المتبقية والله والله يمكن الحقيقة نعطيك لأن احنا كيف تكملنا اليوم الاحصائية النائية يمكن تبان أو تظهر غد وبعض لكن تقريبين تجاوزنا حاجز 7 مليون 700 ألف مواطن يعني بنفس الملح حتى عباد العسل في سنة 2018 الإضافية 2019 يعني تقريبين قرب يوصل عند حوالي 7 مليون إلا شوية تقريبا نعم طيب يعني المواطن الليبي هناك العديد من العقبات واجهاتها سواء كان خلال العام 2018 أو العام 2019 من بينها يعني أمور فنية ربما في مسألة الملحق وترحيل الملحق المتعلق بالسنة الماضية بالسنة الجديدة يعني ما سبب هذه المشاكل وبحسب رأيك يعني ما هي أبرز المعاوقات لديكم أنتم كإدارة لهذا المشروع والله حقيقة طبعا أهم معاوقات كانت فجتنا منذ بداية انطلاق المنظومة وإلى حق يوم هذا اللي هي لرقام الوطنية الصحيحة للسراد أو تمتلها القامة وطنية لهم خلال ساكل التنفيذ أيضا كان فيه مشاكل اللي هي عند المصارف نفسها عند الموظفين مصارف عند المواطنين نفسهم في تقديم اللي هي لو رقم تاح رقم يعني جملة من المواضيع تتعلق بكل وعي اللي عند المواطن وأيضا عن التنفيذ عند المصارف بالنسبة لمنظومة هي كل يوم يعني نحاول ونشاهد يعني نضع الطرق اللي نحاول وطنية أن القيمة هذه تمشي لناس الحقيقيين فرضنا اللي هو عميس أن يكون لكل رب أسرة رقم هاتف مربوط برق وطني بتقليل عميات الاحتياج للتزوير أيضا سمحنا للمواطنين من غيره من مصرف لمصرف وهذا كان استجابة لهم حلينا مشكلة اللي هي النازجين اللي كانت موجودة اللي ما نستطيعوش يسطل لمصارف اللي تيجي للحرب نتيجة الظروف اللي هي أتمر بها بعض النصارف يعني نجينا من الاشكاليات واجهتنا وقلنا نحاول لأور دول لن نطعوها الخلوم المناسبة لها بشي سبيل أكثر عدد من المواطنين باستفاق من هذه المخصصة طيب ذكرت بأنه تم ربط الارقام الهواتف بهذه الحسابات يعني هل تم تسجيل أي حالات للتزوير أو حالات اختلاص واجهتموها أثناء تنفيذ هذه المنح لهذه السنة سنة 2019 حقيقة عمي تربط هذا طبعا وقلنا نكونوا واطحين في النقر وقرت لمنحة لـ 2019 يعني بداية السعرية كان في شهر 8 ومسائجها هذه حكمته أو بان بانتهاء منحة لـ 2019 نجيش القيمة لمنحة 2018 الباضية للآن حسب الشتائل ورد السليم مثل مصر فيبيا يمكن سجل حوالي 5000 صدر اللي تم تنفيذ مخصصاتهم بدون علمهم وذلك بتخراج بيانات هواتف قد يكون مشليهم أو كيف تمت العملية هل يشتركوا فيها شركة الشركات للتواري الموضوع في المصارف قد يكون هناك لألي تقيقة تحتاج للبحث في أسبابها لأنها تعتمد عدة عوامل عن لقام الهواسس تم تنفيذها بدون بتنازل أو بتوكيل أيضا في المصر في نفس الشيء وهي كلها من جملة من شوف أنه خمس علاد مقياسة بالصبع مليون أو نقول بالمحر مليون واربعمائة ثالث عائلة يعني نعتبر عدد فوق الممتاز في ظل الضروف المرور وإحنا الآن وقت كبير وأيضا مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت تسرط من صحابة بدون حلم الآن الحمد لله العوية أصبحت تقل والناس أصبحت واعية وعارفت وعارفت قطة ما يضروحها في أول منحة ما يجيش شيئا سيد السيوي مسألة تجديد البطاقات البطاقة البعض لما يتم تجديدها كل سنة لما لا تبقى نفس البطاقة ويتم شحنها كل عام والله حقيقة لما يخص البطاقات كل مصر عندها إذات بطاقات تختص تبقى المصر بسه في بعض المصارف عند البطاقة يمد صالحا من الثلاثين عند المصارف تضرب بطاقة في السنة السبعة في السنة في السنة في السنة وإيجاد في السنة وإيجاد بطاقة أخرى وإيجاد أخرى وإيجاد مثل المصر التجاري فهذه ترجع لقالية العاملة عند المصارف يعني فيه مصارف الحقيقة يعني بطاقة كل سنتين وانتهي الموضوع فيه بطاقة فيه مصارف يعني نتيجة لإشكاليات لوجهتهم طبع لمن يعجب بطاقات أيضا المشاكل واجهة المواطنين برها من ليبيا يعني في سحر القيمة في بعض البطاقات كما تشتج على المكينات معينة لأن البطاقة يتم تعاقد أيها في الأساس كانت مثل بطاقة يعني بطاقة نقول إحنا جيت بطاقة بطاقة بوجهة تنتهي معاش يعني تنتهي صراحي يفعل فهي حتى نوع البردكسة بطاقة يأخذ في المطرب للبطاقة هذا حتى هو قابل آخر لهيك إن المطار الخارجيين تتعامل بطاقات بالتقال حسب الدارس وحسب نوعية فالحقيقة أمريك البطاقات وصدار وتفعيل من المطار مع أن نحن عند مشورات واضح على المطار أو إذا كان رقابة مشهورة أيضا تقوم بواجرها من ناحية هذه كلما يواجرها من شاكل أو شكاوى مباشرة يتم حالتها والتحق منها برسال فوق الترتيش أيضا الكثير من المصارف الآن أصبحت عنها الطبيعة الطحاء التي تصل بالتاقات هنا خلال يومين ثلاثة أسبوع في كل البطاقة عندك في الأصل بعض المصارف التي كانت ضعيفة شوية يتوزر من الليبي وهذا تحتاج من 10 إلى 15 يوم بيش يتم اصدار بطاقة بيش تشحن إذا كان ضروف الجوية والمصارات المناسبة يقولون في 21 200 سلمة إذا كانت ضروف خاجعة الإرادة حسوم زداء من الفترة ولكن في المجمل لو نشوف الثقافة القتاقات الثقافة القتاقات الثقافة هذه يعني لو قارننا نفسنا في 2016 2017 مع المشار في 2020 أعتقد أن الشكرة أكواضحة وأن الكونسورت بتاعها أصدق كل الناس يعني الآن عدت شبال العجوز يعرف شكرا ويعرف أنت الصفة وين الصفة وكذلك هذه العمليات أشكرك جزيلا شكرا السيد سلم السوي مدير برنامج منحة رباب الأسر كنت مع عبر الهاتف شكرا جزيلا لك مشاهدينا نتوقف مع هذا الفاصل ومن تم نواصل المترجم للقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حسن بي رجل الأعمال الليبي سوف ينضم إلينا عبر سكايب من إيطاليا أهلا بكم جميعا أبدأ معك سيد محمد سيد محمد قبل الخوض في مسألة الإرادات النفطية خلال هذا العام أشرت لبنا لديك تعليق حول مسألة منحة رباب الأسر وما إلى ذلك تفضل بارك الله فيك في الوقت اللي نحيي فيها الأستاذ سالم والإدارة اللي تبع ومصر مركز على الجهد الكبير من أجل توزيع منحة رباب الأسر لأنني أؤكد مرة أخرى أن قرار منحة رباب الأسر هو قرار كارثي على ليبيا كارثة على الاقتصاد الليبي خطأ كبير جدا لماذا نبيع الدولار بأسرار رسمي لكل الليبي وبالإمكان ونعرف أن نحن في جميع دول العالم من يحتاج إلى العملة هم الناس محدودة 50% من الناس 60% أقل الباقي لا يحتاج إلى شراء عملة لماذا جعلنا من كل الليبيين أن نبيعهم 1.4 مليون ألف بطاقة وأن نشد الطوابير وأن نخله الناس توحل في مشاكل بلا حدود لأن استعمال بطاقات غير معروف كثير من الناس بطاقاتهم ضاعت منهم كثير من الناس بطاقاتهم رقم السرية تخلوها الغلط فخلت منهم المكينة خلتهم يسافروا بدون نية في السفر 50% من الأرباب الأسر لا يملكون تمن هذه العملة العائلة اللي مكونة من 6 ملات تب 3.000 دولار 3.000 دولار ربو حوالي 5.000 دينار ليبي كم عائلة في ليبيا عندها 5.000 دينار ليبي زايد عليها بيشتشري بها عملة فهو قرار خاطئ بما تعنيه الكلمة الله يسامح اللي يتخذها واللي أشار به ونتمنى أن هذا ينسوه بلاش منه ودائما الدولار يباع هذا سلعة الدولار يباع لمن يحتاجه بالسعر زايد الرسم والفرق يعطى للناس في شكل علاوة عائلة يجيهم بشكل منتظم يجيهم كل شهر دفعة يجيهم أكثر مما تحصلوا عليه لأن الذي يباع الكتيب متاعها لأحد آخر ربما ما حصلش إلا مبلغ بسيط نتيجة بيع هذا الكتيب خلتنا بضحكة قدام العالم بأننا نعطوا 7% و 8% لبنوك العالم أسبب السحب كاش خلتنا بضحك قدام العالم أن الشاب الليبي رفع معها 40 و 50 بطاقة اتخذها منها الشرطة فكلها أخطاء لا داعي لها ونتمنى أن ينتهي هذا العبت ويباع الدولار لمن يحتاجه وتعطى علاوة العائلة بدلا عن هذا الرسم دعني أنقل ذات السؤال إلى السيد حسني بي سيد حسني كيف تعلق على ما قالها السيد محمد الرعيد ومسألة أن صرف منح أرباب الأسر للمواطن الليبي رأاه أمر كاريتي أنت كيف ترى ذلك إذا تبي الرد الشعبوي بالنكسة السعبية من تجار العملة أو البطاة أي حاجة كبيرة أو حاجة كويسة ومشاء الله عليها ولازم تستمر بالكارثة ولكن إذا تبي الحقيقة كانت كارثة مأساء سارقة كذب عن الناس غلاوة تسعار 15% صارت 7% فرق عملة فرق تعاملات بتأسحبها يعني مع النكش فكرة الاختصاد والمال والنقود هذين محاككات هذين ما هي بمزارة الواحد يقام بسالون ويقول شيء يدير ويدير بشيك سبولا والله شعبويات المواطن اللي همنا بدرجة الأولى الدينار والقوة الشرائية لهذا الدينار فيما لو هذه المبالغ كانت حملت جميعها بما فيها المقصص للدولة والتنمع والسفر والحكومة والسفريات المجلس رئاسي والجميع كما تخاضع لرسم راه اليوم وضعنا أكثر وأفضل كثير مما نحن فيه بالرغم من هذا نحن متسك أنه خلال الثلاث سنوات الدينار مقابل الدولار تقوى من مبلغ 88 نقل ويتعدى 12.5 بالسكوك في آخر 2017 نزل في آخر 2018 في الثلاث شهور الأولى فقط بعد فرض الرسم إلى ما هو 4 جنيه و 5 و 40 جرش نقدي و 4 جنيه و 20 جرش بالسكوك واليوم يوم 30 و 12 نزل إلى 4 دينار و 10 روش نقدي و 4 جنيه و 15 جرش بالسكوك يعني بالسكوك اليوم الثلاث وبالنقدي اليوم 45 مئة المكان عليه في آخر ديسمبر 2017 طيب سيد حسني سيد حسني هناك من يرى بأن هذه الملحة ساهمت في خفض سعر الدولار في السوق الموازي يعني لا ترى بأنها أنك لها تأثير فعلا خصوصا عند صرف هذه الملحة بالعكس هي محاككات فيما لو رفع رسم على جميع المعاملات فيما فيها هذه اليوم الدولار كان ممكن يكون أقل من 3 جنيه لكن الأسف سني هذه المنحة خلت الدولار مازال في 4 جنيه و10 دروش مقارنة مع الرسمي ب3 جنيه و65 جارج لو منطق المعوجة اللي يتكلموا به ويقولوا بأنها هي ساعدة مفروض الدولار يكون أقل من 3 جنيه و65 جارج لأن مفروض يكون أقل من هذا السعر ولكن الاقتصاد والمال هذين والنقد محاككات لازم تأخذ كلها في الاعتبار ما كنا نصرف في 2017 من الدولارات لم يكن أقل مما صرفناه في 2018 ولم يكن أقل بما نصرف في 2018 مع فارق النتائج وفارق الصرف هو اللي دعا من الدولار في 2017 8 جنيه و85 جارج أقدي و12 جنيه ونص بالسكوك وهو ما جعل الدولار اليوم 4 جنيه و15 جارج بالسكوك لو تم تفعل تعميم الراسم على جميع الأغراض بالنسبة للعملة اليوم نأكد لك كان مفروض يكون أقل من 3 دينار الدولار ولكن عموما العبرة لما سيكون 2020 صفة عامة هناك تحسن من ناحية النقطية والناحية التضخم انخفض في أواخر 2018 ولكن للأسف لم ينخفض في 2019 لما ناخر في الاعتبار ما تم من تحقيقه من إنجاز من خلال الرسم في 2018 آخر 3 شهور أفضل من 11 شهر في 2019 بسبب الرسم بسبب البيع 7 مليار سامحين للعلاوة الأسرة والله شكتموها هذا من ناحية مالية واقتصادية ونطية من ناحية اجتماعية أعتقد هذه المعاملات خلقت مشاكل اجتماعية لا نسمع بها لأننا مستلاتنا في ليبيا لا نتكلم عن المآسي الاجتماعية التي خلقت هذه النقود نعم ولكن سيد حسني أيضا المشاكل الاجتماعية نعم الأسعار كذلك خلقت مشاكل الاجتماعية كذلك وسبب رفع الأسعار أيضا ربما جزء من المسؤولية تقع على عاتق التجار التجار دائما هم كبش الفداء ولكن العيب على من هو لديه السلطات النقدية والمالية لأن نحن اقتصادنا 97 في المنى دولارات النقد طيب ابقى معي سيد حسني ابقى معي سوف أعود إليك وسياسة باحة والرسوم عليها هي المؤثر الرئيسي لأي ارتفاع أو هبوط في المواد نعم كان فيه مجرمين كانوا يأخذوا الدولار بجنيه واربعين جرش ويبيعوا فيه باربعة جنيه نعم موجودين مناءة أطالب بالتحقيق والبحث عن هذوم المجرمين لأن التعميم على التجدار بينهم مجرمين أعتقد أكبر كارثة تحصل بليبيا منذ خمس عقود مش اليوم نعم طيب ابقى معي سيد حسني ابقى معي سوف أعود إليك بنعود إليك سيد رعيد سيد رعيد يعني العراء تشبهت بينك ومعنا سيد حسني لكن البعض يرى بأن هذه وجهة النظر تنبثق عن رجال أعمال وليس مواطنين عاديين يعني مسألة أنك أنت توقف منح هذه المنح طيب ما البديل البديل واضح البديل واضح أننا نبيع الدولار لمن يحتاج لمن يستحق بالسعر زايد الرسم والرسم هذا يدخل لخزانة الدولة وخزانة الدولة تعطي علاوة العائلة اللي هي دين على الحكومة ستة سنوات متأخرة تعطيها تعطي حتى شهرين لكل شهر عندما العائلة المكونة من خمسة أولاد تتحصل على ستمائة وخمسين دينار في الشهر عندما نعطيه شهرين نعطيه ألف وثلاثمية في الشهر ليس أفضل من أن شرية ثلاثة ألاف دولار وباحة وعطي منها عشرة في المية وعمولة وربما صارت لها مشاكل أخرى واضطر يسافر باش يصرف تذكر سفر وإقامة أو مشيلي العمرة ماذا استفدنا من واحد مشيلي تركيا أو مشيلي العمرة هذا دمار الاقتصاد هذه مصيبة كبرى كارثة أنا طالب بمحاسبة من أقر على وترباب الأسر لأنه أضرب المجتمع الليبي وأضرب الاقتصاد الليبي وخلقنا مشاكل اجتماعية لا تحصل اللي ما قدرش تكلمانا يا سيد حسني وغيرنا الموضوع هو هناك مشاكل اجتماعية مشاكل اجتماعية كيف لما المواطن يعطي بطاقة لشخص يرفحها ليجيب لعملة من برة وضيع منها أو تخدم منها الشرطة ويرجع هنا ويبدأ ضرب وحرب بين العائلتين هل هي مشاكل اجتماعية لنعرفها نحن المشاكل الأخرى الحصول على البطاقة وخاصة في البداية كانت مشاكل غير عادي كانوا يدفعوا رشوة كيف يفتحوا حساب ويدفعوا رشوة كيف ياخد بطاقة ومشاكل لا تحصل هذا وناس كثيرة جدا سافرت بالبطاقة وليس شغلت وغادي يبحث ويطلب من يعطيه كيف يرجع ليبيا ولكن هذه جلها أمور فنية تتعلق بمواضيع ولكن سيد رعيد في المقابل هناك عائلات يعني دخل الفرد فيها لا يتجاوز 500 دينار يقول لك أنا عندما أخذ كم عارض العائلة تعيني قولوا خمسة خمسة أشخاص خمسة أولاد عندهم 500 دينار على وتعائلة زايد 150 للمرأة إذن 650 جنيه نعطيه شهرين لكل شهر شهر من السنوات السابقة أو شهر متاع اليوم نعطيه 1300 في شهر 1300 في شهر في 12 شهر يطلع لرقم أكبر جدا من المبلغ اللي حصله من شراء العملة وبيحها وأصبح هو مضارب وأصبح هو يخالف القانون طيب في المقابل ألا ترى بأن هذه الملحة سوف تنتهي تلقائيا بمجرد القضاء على السوق المؤسس لا داعي لو وحدنا سعر الصرف انتهت البطاقة وهذا المطلوب وهذا اللي نحن نطالب به لابد من توحيد الرسم على بيع العملة للجميع إذا ما وحدنا سعر الصرف للجميع وبعنا العملة بسعر واحد للجميع سننهي علاوة رباب الأسر ونعطي علاوة العائلة وتستقر البلاد وهناك ناس تترك الوظيفة لأنه علاوة العائلة تعطي للموظف وغير الموظف وبالتالي اللي عائلته خمسة مع جوستا متى اشتغلش يحصل 1300 في شهر وهو قاعد يشتغل في الدولة الآن بمرتب 700 جنيه فمن السهل جدا أنه يستغنى على الوظيفة ويستفيد من علاوة العائلة اللي هي بالقانون ليه واللي الدولة الآن تعطي لها فيها من الرسم اللي مفروض على العملة وتنظم الأمور والناس تتركوا الوظيفة والأمور تتحسن ونتخلص من كل هذه السلبيات اللي جابت لنا منحة أرباب الأسر منحة أرباب الأسر لا يوجد بها أي شيء إيجابي هي أكدوبة هي مصيبة هي عملوها ناس يراتهم هؤلاء الناس اللي يبقوا ود الشعب أنهم أقرروا يعطوا علاوة العائلة ويكون بارك الله فيهم لأنهم خلصوا الديان اللي على الدولة علاوة العائلة قانون ملزم اللي الدولة دفعها للموطن هل أعتقدك هل الدولة بشكل عام قادرة على سداد هذه المخصصات بكل سهولة لو كانت تستطيع لفعلت لا أنت العشر مليار اللي باعوها بديناور واربعين قرش نقوله جابت أقل من أربعة عشر مليار لو باعوها بثلتة جنيه وثمانين قرش جابت ثمانية وثلاثين مليار هذا المبلغ يكفي لدفع علاوة عائلة شهرين لكل شهر لمدة عامين طيب بالعودة لك سيد حسني سيد حسني الرئاسي قام بإصدار قرار بتخفيض مرتبات الأعضاء يعني سواء كانوا في المجلس الرئاسي أو مناصب قيادية أخرى يعني هذا القرار ما دوره في المساهمة فيه ربما القضاء حتى على مسألة الفسد أعتقد هضائي مترد رفض أرماط في العيون لأن لو في حد أعتقد أن الرئاسي والمسؤول والمدير عايش على المرتب فهضائي كاعدة على روحه عايشين بدلت السفر ومنها بدلت لخرها التي تجيب لهم أكثر في كثير من المرتب حتى لا أذهب بالفساد لأن الفساد لا يعمم ولكن الفساد السفر وهو رائع يخذ فيها كل من هو سلع طيب ولكن الأكرة بأنها ربما يوفر البعض من القيمة للخزانة العامة للدولة في الواقع أولا شي أقلتك مجرد رماد في العيون لا أثر لأن الموضوع المرتبات هي 26 مليار في كثير منها قاعد يظهر لحوافض مرتبات لا وجود لمستشفى لها ولا وجود لمركز شرطة لها ولا وجود وحدة عسكرية لها ولا وجود لمدرسة لها وهذه هي اللي يتمثل بالبعل الفارق الكبير بالإضافة إلى ما يذهب إلى مثلا ما يسمون بالمعلمين والمدرسين والتعليم نحن عندنا معلم لكل ثلاثة أطفال هذا ولا يمكن يكون واقعي معتها فيه خطأ كبير جدا بالتعليم كذلك نمش بالصحة يعني تكلم الصحة تتعد 4.5 ألف دولار للأسرة في لي هذا موجود في أي مكان في العالم ففيه شيء آخر في الصحة يعني بس خلينا نمش للأساسيات قبل منجول التنويات أساسيات هي توحيد للصرف واستبدال الدعم لتحقيق عدالة التوزيح غير ذلك نتم نمش خلف الرتوج ويرمون لنا في عيوننا الرمات ويقبوا علينا بعيننا هذه حاجة كبيرة وفي الواقع ولا حاجة وضحت الصورة سيد حسني طيب أنتقل بك لموضوع آخر لديق الوقت العام 2019 أيضا شاهد مسألة طباعة عملة خارج يعني نطاق مصرف ليبيا المركزي بحسب رأيك يعني هذا الأمر ما تأثيره على الاقتصاد الليبي أولا طباعة العملة بصفة عامة تساوي بالضبط نفس التبعية انتاع اعطاء وبيع دولارات بسعر بدون الرسم نفس الشيء قلنا نحن نسيسوها ونقوله روسيا وبريقيا وبريطانيا وعضائي فينا نسيسوها لكن أنا من السياسي أنا راجل الاقتصاد فبما أني اقتصادي نقول لك شيء واحد أن اطباعة العملة شرقا أو غربا غلط تخلق تضخم وبيع العملة بأقل من طيمتها التعابيرية تخلق تضخم والمصائب اللي اعطناها لالالفين وخمسة سلطاش والتبعتاش والثمانتاش لعن شهر سبعة بسبب هذه التدراءات بسبب اطباعة العملة سرقا وغربا وبسبب بيع الدولار بأقل من قيمتها عادلية مما خلق طرح نقدي أكتر من خمسين مليار إلى ثلاث سنوات يعني اتطور نحن في من يوم ما أنشيق ليبي من الفين وخمسين لعند الالفين وخمسطاش إجمالي الطرح النقدي لم يتعدى نعم وضحت الصورة وضحت الصورة سيد حسني وصل للمية وعشرين مليار نعم وضحت الصورة وأشكرك جزيلا شكر أعتذر منك لدق الوقت السيد حسني بي رجل العمال الليبي كنت معي عبر سكايب من إيطاليا شكرا جزيلا لك أنتقل إليك سيد محمد الرعيد سيد محمد يعني مجلس النواب والأعلى للدولة يعني طالبوا مصرف ليبيا المركزي باتخاذ إجراء حيال هذه العملة المطبوعة والتي تم إيقافها مؤخرا في روسيا يعني كيف تعلق على هذا الإجراء في الحقيقة المجلس الرئاسي يربع ما يكون قرار سياسي أو ليسكات بعض الناس اللي نادوا بهذا أنا ضد الغاء العملة العملة يجب أن لا تلغى العملة طبيعة وما طبع في الشرق وفي الغرب هو خطأ وهو يضر الاقتصاد والغاء العملة يضر الاقتصاد الليبي ويقسم ظهر الاقتصاد الليبي ويضعنا في رباك غير عادي وبالتالي لا داعي لالغاء هذه العملة وعلى مصرف ليبيا المركزي توحيد رسم على جميع العملات ويستطيع بهذا أن يبيع الدولار في البنك للجميع وبجميع طرق البيع المعتمدة وبالتالي ستدخل كل الأوراق النقدية إلى مصرف المركزي وفي ذلك الوقت يصبح المصرف المركزي هو المسيطر هو الذي يستطيع أن يخفي أي نوع من العملة يراه وجوده في السوق غير صحيح سواء من طبعات قديمة أو من طبعات اللي طبعت في المنطقة الشرقية وبالتالي هذا الإجراء الصحيح اللي علينا أن نتكلمه فيه وأما الكلام على العملة التي طبعت في الشرق وأنا فزاعة كبيرة راهي العملة طبعت مرة وحدة وهاتت على دفعات والدفع الأخيرة هي حزت في مالطا وإحنا معا جيبها للمصرف المركزي وبالشكل القانوني بالشكل التدريجي يتم إخفاء أي عملة يستطيع مصرف المركزي ألغاها بشكل نقوله إحنا سري وبشكل ديكالوني نقدره نصلحوا الاقتصاد ونقصوا من حجم الأوراق في السوق الليبي نعم السيد محمد العيد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة وعضو مجلس النواب كنتم مع هنا في الستوديو شكرا جزيلا لك مشاهدينا نتوقف مع هذا الفاصل ومن تم نواصل حصادنا مستمر بقوم معنا موسيقى 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 2019 عاما كان مليئا بأحداث التعليم بقطاعيها العالي والأساسي تعليق بسبب الاشتباكات استيناف امتحانات تلتها اعتصامات قرارات وزارية تلتها استقالة الوزير جامعات مغلقة ومع نهاية العام استيناف بطيء للدراسة الجامعية وعلى صعيد قطاع الصحة ما زال المواطن يعاني جنوب وشرق وغرب البلاد من نقص الامكانيات والكوادر ما يضطره للتوجه للخارج وللوزارة تسعى لتوطين العلاج بالداخل قرار بزيادة مغرية في الرواتب لأنه لم يتعد كونه قد خط فما هي الايام حتى ألقي مشاهدين بداية نسمحوا لي أن نرحب بضيفي هنا في الستوديو الأستاذة سعادة بنقاب الناشطة الاجتماعية كما سينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مدينة مصراتة سيد اسماعيل الكسكاس نقي بعضها هيئة التدريس بجامعة مصراتة أهلا بكم جميعا أبدأ معك سيدة سعاد مرحبا من خلال متابعتك للمشهد الليبي من الناحية الاجتماعية تقييمك للأوضاع الاجتماعي للمواطن الليبي بشكل عام خلال العام 2019 نعم بسم الله الرحمن الرحيم بداية شكرا على الاستضافة بالنسبة ل طبعا نحن تفصلنا بعض سوايعات على العام 2020 نتمنى من الله عز وجل أن يكون عام مبارك على كل ليبيا أن يعمل أمن والأمان علينا جميعا بالنسبة لعام 2019 الوضع الاجتماعي يعتبر بداية كان في بداية يعني ممكن نحن نقوله العام انقسم إلى أربعة أرباع لـ 2019 الربع الأول كان فيه نوع من الاستقرار والأمان والوضع الاجتماعي طبيعي جدا وهذا ما يتسم به الشعب الليبي المواطن الليبي بصفة أنه يقاوم الإنسان كونه كائن اجتماعي فهو دائما رغم حتى التحديات أو الأوضاع اللي يكون هو تحت وطئتها لكن دائما يسعى جاهدا أنه يعيش حياته ويتأقلم مع الأوضاع اللي موجود فيها فتجد الناس بتعيش حياتها الطبيعية رغم الأزمات اللي صارت رغم غلاء الأسعار رغم اللي هي أزمة السيولة اللي هي أترت في الحياة الاقتصادية واللي بالتالي الحياة الاقتصادية لها دور أساسي في الحياة الاجتماعية ومدى الإنسان هو كيف بيمشي فيها لكن نجد أنه صارت بعض النقلات اللي هي من شهر أربعة يعتبر بالأخص في لو نقولوا نحن على العاصمة طرابل لزا نتيجة العدوان اللي صار فهذا يعتبر نقلة أخرى نتكلموا عليها أنها فيها الكثير من الأشياء اللي صارت وحدثت مليئة وزاخمة بالأحداث طيب تدعيات مثل هذه الأحداث يعني على حياة المواطن بشكل خاص لا لحالة القلق والخوف هذه بالدرجة الأولى الوضع الاجتماعي أصبح الكثير من المواطنين الليبيين وبالداد في العاصمة تحت العدوان اللي صار على العاصمة الطرابلس فأصبحت في حالة من الدعر من الخوف من عدم الأمان حالة النزوح اللي طبعا الجميع كنا نشهدها ومازالت في تفاقم شديد على العاصمة هذه أسباب مؤترة ومؤلمة وتأثر بشكل مباشر على الوضع الاجتماعي يكثر من الإنسان وهو في مكانه وفي بيته يعيش حالة من القلق والخوف وعدم الاستقرار اللي بيأدي إلى أثار سلبية جدا في علاقاته نعم طيب ننتقل إلى السيد إسماعيل الكسكاس سيد إسماعيل يعني العام 2019 شهد العديد من المحطات خاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم يعني لو تحدثنا عن أبرز هذه المحطات وكيف كان لهذا العام خصوصا لديكم أنتم بوزارة التعليم أولا مساء الخير المشاهدين الكرام نعم طبعا التعليم ينقسم إلى التعليم العام والتعليم العالي التعليم العام حقيقة نتيجة تذني رواتب المعلمين قامت العديد من النقابات في التعليم العام بوقفات احتجاجية وجزء من المطالب أو أقول جل المطالب ربما تم تلبيتها سواء كان في الحصص أو غيرها من الأشياء الأخرى أما التعليم الحقيق العالي تنادت العديد من الجامعات في ليبيا وخاصة في المنطقة الغربية وطبعا اجتمعت في النقابة العامة على مستوى ليبيا في طرابلس وهذه النقابات طبعا قامت بي طبعا الاضراب لمدة حوالي ثلاثة أشهر في النهاية هذه النقابات اجتمعت وقررت تعليق الاضراب بعد لقاها مع السيد الوزير العماري زيد وطبعا حقيقة الوزير قبل أغلبية المطالب هي صح لم تنفذ ولكن وعد بتنفيذها ان شاء الله خلال شهر مارس المتمثلة في طبعا الإجازات العلمية المؤتمرات العلمية طبعا رواتب مجزية لأن الحقيقة بالنسبة لرواتب عضاية تدريس مقارنة مع الدول في العالم الآخر هي حقيقة غير مناسبة لعضوها التدريس فكانت هذه المطالبات حقيقة مستمرة وهذه المطالبات المستمرة تم نقلها والاجتماع مع السيد رئيس الدولة فايز السراش الذي بدوره قام بتحويله إلى المالية وما هو حقيقة أنا رأى من وجهة نظري هو ربما شيء جيد أنه الآن هو اللجوء إلى جدول المرتبات لكل الليبيين بحيث أنه حتى على مستوى التعليم العالي ظاهرة العبء الدراسي أو ما يسمى باللود هذا ربما يثقل كهل عضوها التدريس من الناحية العلمية ومن الناحية البحثية فوجود راتب حقيقة مجزة لعضوها التدريس ربما يكون أفضل بعيد عن ما يسمى بالعبء الدراسي بالنسبة ليش للتعليم العالم طبعا الدولة نحن نعلم أنها تمر بظروف صعبة جدا جدا في الوقت الحالي هي ظروف الحرب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن إن شاء الله يرزقنا الله بحكومة مدنية وتلبي مطالب هذا الشعب هذا الشعب حقيقة هو ناضل الآن من 2011 إلى حد هذا التاريخ وهو يناضل من أجل دولة مدنية وهذا ما نرجوه ونتمنى من الله سبحانه وتعالى بداية هذه السنة أن تكون سنة خير وحقيقة تفاعل حسن لكل الليبيين نعم أعودي لك سيدة سعاد سيدة سعاد مسألة يعني دمج النازحين أو حتى ربما الليبيين في الغربة يعني هل لديكم نشاط يتعلق بهذا الأمر بحكم أنك ناشطة اجتماعية بداية بالنسبة للنازحين في الخارج وهو نتيجة الأحداث التي حصلت بعد 2011 بعض الكثير من الأعداد كانت نازحة خارج البلاد النازحين في الخارج دائما عندهم باب اللي هو الاندماج النجتمع الاجتماعي هو هذا اللي بالذات يعانوا منا يعني مثلا ينتقل لأن الاندماج الاجتماعي وهو ينتقل إلى بيئة تختلف تماما على البيئة اللي كان يعيشها في بلده وسط العلاقات الاجتماعية الموجودة فيصبح دائما فيه افتقار للجانب هذا حتى يشعر بالاستقرار والانتما في هذه المنطقة هذا طبعا يقع عليه حسب المكان الموجود إذا كان في البلاد الأوروبية فسهولة الاندماج الاجتماعي عندهم يراعوا في النقاط هذه ويشتغلوا عليها بفاعلية بعض الدول العربية ممكن يعاني منها أكتر إن عملية الاندماج تكون بجهود فردية من الأشخاص نفسهم وبالتالي يجد صعوبة في الجانب هذا بعض النشاطات الاجتماعيين في الخارج يكونوا ملمين بهذه الأمور يعملوا عليها بكل جدية طيب فيما يتعلق يعني بالنازحين في الداخل يعني مسألة ادماجهم بالنسبة للنازحين في الداخل يعتبر عملية الاندماج بعيدة عليهم بعض الشيء نتيجة لأنه هو قاعد ينتقل أو ينزح قصريا من منطقة إلى منطقة أخرى مثل ما نشوفه حاليا الآن في أطراف العاصمة الضواحي مثل منطقة الخلات، القرمطار، قصب مغشير المناطق هذه قريبة منها فعملية الاندماج لا تكون بالصورة الموجودة عندهم لأنه هو قاعد ينتقل في نفس البيئة الاجتماعية هو صحيح الجانب النزح القصر بيكون مؤثر عليه ينتقل من بيئة الاجتماعية إلى بيئة أخرى لكن عملية الاندماج في التقديرين هي تكون للنازحين في الخارج تعنيهم بالدرجة الأولى أكثر من النازحين بالداخل النازحين بالداخل في حاجة نقطة هي افتقارهم إلى بيوتهم تواجدهم في أماكن غير مناسبة بالنسبة لهم عدم قدرتهم الكثير منهم عدم قدرت على استئجار مكان مناسب فلاحظنا في بداية النزوح أنها كانت في مدارس جهزت مدارس يعني مدارس مهما كان ما كانتش لهي للمعيشة اليومية لعائلة لأسرنا هي تكون موجودة فيها أيضا موجودين في بعض خلوات المساجد موجودين في مراكز بعض المصحات برعت بأماكنها للنازحين تواجدت الأسر بشكل جماعي هذا هو الأثر النفسي اللي بيسبب لأنه مهما كان النزوح القصري يأثر حتى في تفكك العلاقات الاجتماعية حالة من الانقسامات الظروف النفسية واللي بيمروا بيها الأطفال النساء بالدات لأنه مهما كان المرأة بالدات هي من تعاني في حال نزوح أسرتها فهي التي يقوم عليها عماد البيت فانتقالها من بيئة إلى أخرى في عدم تواجد الإمكانيات الاحتياجات في وجود القلق والخوف يعني بعض العائلات النازحة خرجت وهي تحت وطأة القصف بعض من العائلات النازحة خرجت عن طريق الهلال الأحمر يعني بعض العائلات خرجت من بيوتها وهي لا تحمل حتى أوراقها التبوتية أو الرسمية فخرجت إلى مكان مجهول وإلى مصير مجهول وما زالوا يعانوا إلى هذه اللحظة نتيجة الأوضاع التي نحن فيها نعم طيب بالعودة إليك سيد إسماعيل سيد إسماعيل يعني هناك بعض العائلات نزحة إلى المدارس يعني ما تأثير ذلك على سيرة العملية التعليمية خلال العام 2019 والله على ما أظن هو النزوح هذا بالنسبة للمدارس أظن هو في منطقة طرابلس بشكل أكبر حسب يعني حقيقة أظن في ربما في بالنسبة لمصراته وزليطن الخمس ما أظنش بهذا العداد الكبيرة لكن هو العدد الأكبر موجود في مدينة طرابلس الحقيقة كان فيه عدد كبير من النازخين في المدارس وهذا يؤثر حقيقة على العملية التعليمية بالنسبة للتعليم العام أيضا في موضوع أني بنتكلم فيه لو سماحت لي أنا أتمنى حتى ما أدري ما أرشش عليه نحن زي ما قلت لك صدر قرار رقم واحد لسنة 2019 بخصوص تعليق الإضراب وحقيقة هذا كان بناء لاجتماع بين نقابات الجامعات في ليبيا في طرابلس وبالأغلبية الأصوات تم تعليق هذا الإضراب طبعا البعض للأمانة ينادي باستمرار هذا الإضراب وأنا كنقيب لجامعة طرابلس ضد هذا الموضوع نحن لدينا مطالب كما تكلمت في السابق لدينا زي ما قلت لك إجازات علمية لم تصرف وهي فيها قرارات صادرة لدينا مهتمرات علمية لدينا العديد من الأشياء طبعا أيضا برنامج الإفاد للمعيدين عدد كبير من المعيدين ما زال ما حصلوا قرارات إفاد عدد من أعضاء التدريس يحملون إجازات الماجسير درجات الماجسير ولم يفدوا فهذه كل أشياء أتمنى أنها تطبق ولكن في نفس الوقت حقيقة أنا كعضوها التدريس وممكن حتى كولي أمر يعني لطالب أنك سنة كاملة تقوم بتعليق طبعا تقوم بإضراب هذا حقيقة أنا أرى أنه يضرب العملية التعليمية نحن الآن وصلنا وتم وصلت رسالة للمجلس الرئاسي ووزير التعليم لكن الآن وحتى في وضع الدولة الآن المفروض أن نحن خلاص بناء على هذا القرار نحن طبعا علقنا للدراسة الآن حوالي 12 كلية أو 13 كلية في جامعة مصراتة الآن تدرس أظن في الظليطن بالكامل في الخمس بالكامل في طرابس بالكامل في الزاوية في كل الجامعات الآن الحمد لله الجامعات رجعت لأن بعض الطلاب يعني فيه اللي يقول لك أنه والله هذا آخر سمستر بنتخرج طالب زي ما تقول في مرحلة الامتياز طالب فيه سنة رابعة طب طالب فيجب أن نحن رائعي لتنين حتى من النواحي أخرى أن نحن والله نبرق فقط نحن نعلم عضاية تدريس لهم طالب ومطالب مشروعة لكن في نفس الوقت نحاول أن نحن ما نضرش بالعملية التعليمية ونضر بطلابنا اللي هم أولادنا حقيقة وأيضا ربما نقول لك أنا في الجانب السياسي لست لكن ربما حتى بعض الجهات هناك من يتمنى تبقى الدراسة ربما معلقة دراسة طبعا مفيش للضراب مستمر طبعا يحكي لي واحد في قصة لو سمحت لي قالوا في الحرب العالمية تقريبا الأولى أو الثانية لما ألمانيا كانت تبي تسيطر علي بريطانيا تشيرشل اجتمع مع المسؤولين في بريطانيا وسألهم قال لهم طبعا هل التعليم في بريطانيا ما وضعه قالوا له والله بالنسبة للتعليم العالي والتعليم اللي هو العام المدارس تشتغل قال لهم طبعا إذن بريطانيا بخير نحن نعلم أن حتى الحركة في هذه الجامعات وهذه المدارس هي لها دور حقيقة في الحياة داخل المدن فنحن طبعا لظروف معينة حقيقة نتيجة القصف أو لظروف معينة وشيء آخر اللي بنعرج عليه وهذا ما هو حال كل الجامعات أصبحت نسبة الطالبات حقيقة كبيرة جدا يعني حتى من ناحية زي ما قلتك طالبة بالتخرج طالبة لديها ظروف خاصة فنحن زي ما قلتك الآن وصلنا رسالة للمجلس الرئاسي وللوزارة وهم حقيقة سيد الوزير وعدنا وتحمل المسؤولية الكاملة أنه خلال شعر ثلاثة حيكون في حل لكل هذه طبعا العوايق والأشياء المعلقة واللي هو إن شاء الله حيتم حلها وابتداء من ما قال السيدة وزي ما قال السيد رئيس الدولة اللي هي جدول موحد والإصراع فيه لكل قطاع التعليم نعم ابقى معي سيد اسماعيين نتحول إلى سيد فوزي ونيس المتحدث بسم وزارة الصحة سيد فوزي أهلا بك قطاع الصحة حاله كحال باقي القطاعات شهد ومر بالعديد من العقبات خلال العام 2019 يعني لو طلبت منك بداية أن تقيم لي أداء قطاع الصحة خلال العام 2019 كيف تعلق على ذلك مساء الخير ليك وليك الضيوف في الكرام أهلا بك إن شاء الله سنة خير على بلادنا وإن شاء الله سنة 2020 تكون سنة سلام وأن تنصر قواتنا قوات الجيش للوظن يتابع لأمود الوفاق ويعمى الرخاء في الدولة الليبية طبعا قطاع الصحة باللسفة لهذه السنة يعتبر يعني وضع استثنائي على باقي قطاعات الدولة الأخرى خاصة المتغيرات أو القداة التي حدثت خلال سنة 2019 اه ابتداء من العمليات العسكرية التي أثر تأثير مباشر على قطاع الصحة اه 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 باقي القطاعات المختصة اللي مثلا قطاع الدفاع من العمليات العسكرية اه بصفة عامة اه هناك ارتلاح في اه قطاع الصحة للدولة الليبية اعتبار ان ان اه تعتبر السنة 2019 اه من السنوات الذهبية في اه تجهيز اه المستشفيات المختلفة معظم المستشفيات حقظة اه تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات اه الطبية وللأمانة بتسهيلات من الأجهزة الرقبية باعتبار ان قطاع مهم ومسح الانسان فكانت كثرة التسهيلات قدمت من الأجهزة الرقبية لتقديم الخدمة الطبية المتميزة ايضا ايضا ما حكيتك القطاع ومنذ انطلاق العمليات العسكرية في بداية هذا العام وقطاع الصحة مواقف هذه العمليات العسكرية خطوة خطوة عن طريق التسهيلات المختلفة للمستشفيات وعن طريق طبعا العلاج الجرحة بمختلف مسميات في سواب الداخل او بالخارج لكن بستفى عامة كانت السنة تهبية في التجهيزات والترسيبات وكانت من السنوات المميزة لغطاع الصحة لتقديم الأجهزة والمعدات الطبية ايضا في الأدوة والمستلزمات كان في تحسن ملحوظ في توفير الأدوة والمستلزمات مقارنة في السنوات السابقة نعم سيد نيوس يعني العديد من المناطق يعني كالمناطق الجنوبية والمنطقة الوسطى يعني تشتكي من مسألة نقص الكوادر الطبية يعني أنتم كوزارة يعني ما هي الحلول المقترحة للعام القادم طبعا فيما يخص الأطفال الطبية صحيح هو موضوع يعني قليل حديد الأطفال الطبية بالنسبة لبعض المناطق مثل المنطقة الوسطى مثل منطقة مصراتة لديها العدد الكافي من الأطفال الطبية ممكن بعض المناطق التي هي بعيدة على المناطق المودن الكبيرة هي تعاني أن كانت اعتمادها اعتماد كلية على الأطفال الطبية الأجنبية الأمر اللي بعد الأحداث اللي صارت في التورة الريبية والوضع الأمني يعني بسرات كافة العناصر الطبية الأجنبية الأمر الذي أدى إلى وجود يعني قرار كبير ما استطاعش كنت حتى وجارة الصحة تغطيره باعتبار حتى الوضع الأمني للعنصر الطبي للتنقل من مدينة لمدينة أصبح صعب كنتم حتى شهدتوا حتى في بعض المستشفيات التي تم تغطيرها من المناصر بعيدة تم اختطاف يعني فقابلة الطبية كانت اختشها من مدينة إلى مدينة الأمر لما ترناشي نقي وزارة الصحة أن نغربي الأطقم الطبية من المناطق التي هي منتعشة من وجود فيها عنصر طبي إلى المناطق النائية وفعلا هذا سبب حتى مشكلة كثيرة وفراغ في بعض المناطق النائية التي تعاني من وجود أطقم طبية بها لكن تخطط للعامل المقبل إن شاء الله فيما يخص تخصص التمريض بعد افتتاح المعاهد الصحية الآن لمتشر على كافة أرجاء الزولة اللي بي الآن نتوقع خلال سنزل في العشرين هيكون عدد كبير من العناصر التمريض اللي بتغطي معظم المتشفات وهي المشكلة الأسطيلة التي تعاني منها كافة المتشفات نعم ابقى معي سيدو نيس بالعودة لك سيد سعاد سيد سعاد يعني مسألة الدعم النفسي أو حتى الاجتماعي بشكل عام يعني بحسب رأيك بحكم أنك ناشطة اجتماعية ما هي حلول هذا الدعم؟ بالنسبة لحلول الدعم منذ أن بدأت اللي هي الأزمة في طرابولوس والعدوان على العاصمة على العكس كانت فيه جهود إنسانية تنادت الجهود سواء من المتطوعين سواء من منظمات محلية أو من منظمات دولية كانت فيه جهود مكتفة كذلك الحكومة شكلت حكومة الوفاق اللي هي لجنة الأزمة فيه شؤون النازحين شؤون وزارة شؤون الاجتماعية فكان فرق الدعم النفسي متوزعت على كل المراكز الإيوام مراكز الموجودين فيها بالشكل يعني بالخصوص اللي هي النازحين في الأماكن التجمعات في المدارس واللي هي المصحات وقدموا الدعم النفسي والدعم اللوجيستي المشكلة أن الموضوع امتد اللي هي الفترة امتدت يعني الأغلبية ومنها نحن يعني توقعنا الموضوع ممكن أن نكون خلال شهر أو شهرين صدمنا أنه لما دخل علينا شهر رمضان صدمنا لما خشت علينا السنة الدراسية وأن نحن مازال في مثل هذا الوضع ومازال في افتفاقهم النزوح يعني كل ضربة من ضربات العدوان علينا في العاصمة هي يزيد عدد النزوح بالتالي محتاجين إلى تكتيف الجهود من جديد إلى تقديم فرق الدعم النفسي إلى الاستمرارها وتوجدها مع النازحين لأنه هو الخوف من الاعتياد على الأزمة فبالتالي كل واحد يرجع إلى حياة الطبيعية ويرجع الأمر كما يكون وتبقى حالة النازحين كما هي فهنا المفارقة اللي لازم ننتبه لا أن تكتيف الجهود من جديد وجود المنظمات الدولية المحلية تنصيق الأدوار فيما بينها أدوار المنظمات الحكومية لازم أنها تكون تشتغل بفاعلية في الموضوع هذا ويعود العمل كما هو لأنه في تناقص بعض الشيء يعني ملاحظة الفترات الأخيرة خصوصا ازدياد الضربات توسع يعني الأزمة أكثر ما تفاقمت بالنسبة لترابلس نعم طيب نتوقف مشاهدينا مع هذا الفاصل ومن تم نواصل حصادنا مستمر ابقوا معنا مشاهدين أهلا بكم معنا في حصاد العاب من قناة ليبيا بانوراما حصادنا مستمر وبالعودة إليك سيد اسماعيل كسكاس نقي بعضاء هيئة التدريس معي عبر لقمار الصناعي من مصراته أعودي إليك حيث توقفنا قبل قليل مسألة يعني الوعودة التي تلقيتمها من قبل الوزير الجديد يعني البعض يتسأل طيب ما الذي تغير عقب استقالة الوزير السابق وما هو الجديد فيما يتعلق بمطالبكم التي تمثلت في مسألة فصل الوزارتين والله الحقيقة موضوع فصل الوزارتين هذا موضوع ربما يكون بعيد علينا شوية لماذا لأن في جزئية تخص التعليم التعليم العام التعليم العام حقيقة في ذلك الوقت كان فيه أعظني اعتصامات والتقوا بالسيد رئيس الدولة فايز سراج وطالبوا طبعا بفصل التعليم العالي عن التعليم العام لكن بالنسبة للمطالب الحقيقة للأمانة السيد الوزير الآن تعهد حقيقة بأشياء مكتوبة ليست حتى طبعا شفعية هي أشياء مكتوبة خلال شهر ثلاثة إن شاء الله حيتم في النظر في جميع هذه المطالب وزي ما قلت لك لحنا الجانب الثاني هو حتى بتراعي الطالب بتراعي الطالب وأريد أن نضيف شيء آخر الحقيقة رأي المطالب لا تخص أعضاء التدريس فقط المطالب تخص حتى الموظفين الموجودين في القطاع الآن قطاع الجامعات في الجامعات بالذات يعني الموظفين البعض منهم الراتب يمتعهم 500 دينار وأنت تعرف يا أخي إن 500 دينار الآن في الوضع اللي في البلاد ممكن ما تكفيش حتى يومين ثلاثة في الظروف الراهنة فأطاء حقيقة وعدوهم بأيضا أو بدخولهم في جدوى المرتبات أو بما يسمى علاوة اللي هي المرتب حوالي 50% من الراتب نعم طيب ما سنتشتروا يعني كانت مكتوبة قرار تعديل المرتبات للعملين بالقطاع العام بشكل عام يعني هل تم فعلا البدأ وعقد الاجتماعات وورش العمل فيما يتعلق بوضع هذا الجدوى بالنسبة للتعليم العالي كانت في لجنة في لجنة موجودة وناشت هذه اللجنة بنفسه واطلعت على الجدول نفسه وحقيقة هو الجدول إذا كان تم إن شاء الله تطبيقه هو مجزي حقيقة بشكل كبير يعني رواتب تبدأ من المعيد إلى عضو التدريس اللي هو طبعا بداية كعضو التدريس ثم الدرجات اللي هي طبعا المساعد محاضر إلى محاضر إلى أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك إلى أستاذ فهذه الرواتب حسب الجداول حقيقة هي مجزية وأيضا زي ما قلت لك موضوع اللود أو اللعب الدراسي المحاضرات هذه الحقيقة أحيانا حتى يحدث عليها نوع من التزاحب ما بين عضو التدريس لكن الآن وجود راتب مجزي لعضو التدريس يحل كثير من الإشكاليات واللي أتمنى من الله إن شاء الله أن يكون لجميع القطاع أو العاملين في الدولة الليبية أن يكون هذا الجدول جدول موحد وإن شاء الله يتم اعتماده وزي ما قلت لك هذه الوعود هي وعود مكتوبة ليست شفاهية الوزير إن شاء الله حسب الاتفاق الذي حصل من النقيب العام سواء كان من النقيب العضاية التدريس أو النقيب الموظفين اتفقوا على هذا الأساس ونتمنى الله إن شاء الله زي ما قلت لك في السنة القادمة 2020 أن تكون سنة خير على الليبيين طبعا ونرى هذه الأشياء على أرض الواقع بالعودة إلى سيد فوزي ونيس المتحدث بسم وزارة الصحة سيد فوزي أيضا العام 2019 شهد يعني إصدار قرار بزيادة المرتبات فيما يتعلق بالكوادر الطبية وأيضا شهد قرار يلغي أو إيقاف هذا القرار يعني كيف تعلق على هذا الأمر نعم سيد ونيس طيب فقدنا الاتصال بسيد فوزي أعود إليك سيدة سعاد سيدة سعاد بالحديث عن الجانب الاجتماعي من خلال متابعتك لهذا المشهد يعني 2019 كيف تقيمي أداء ودور منظمات المجتمع المدني طبعا دور منظمات المجتمع المدني عادت إلى الساحة من جديد نتيجة الأزمة العدوان فبالتالي رجعت إلى مجالها بسرعة وكانت في الموعد وقامت بدور جبارا حقيقة منظمات المحلية كذلك كان فيه مساند منظمات الدولية أيضا حركة الكشافة قامت بأدوار جبارة في هذا الأمر يكفي أن هي مراكز الأغلب أغلب مراكز المدارس التي كانت فيها مراكز الإيوال استلمتها الكشافة وكان لها دور لوجستي ومعنوي للنازحين كذلك الهلال الأحمر الليبي لجنة النازحين فقاموا بالمساعدات بالدعم بتقديم الأغذية الوجبات الغدائية الألبيسة وكل هذه الأمور كانت فعلا في الموعد الإشكالية التي صارت أن تفاقم الأعداد النازحين الآن نقول أن وصلت الأعداد تقريبا إلى ما يفوق 140 ألف نازح داخل طرابولس فبالتالي الموضوع أصبح فوق طاقت حتى المنظمات المجتمع المدني المحلية وهذا يستدعي إلى دعم من الحكومة يفترض أن في حلول جدرية ودعم يكون واضح بالنسبة للنازحين وفي الفترة الأخيرة في الآن تفعيل لمنظومة حصر أسماء النازحين عبر صندوق الاجتماعي اللي هي لحصر للبيانات أسماء النازحين لإعطاءهم منح منح مالية للأسر لعلها إن شاء الله أنها تكون هي تخفف من وطقة الحملة عليهم الفعل الوضع اللي هم قاعدين موجودين في حاليا طيب بالعودة لسيد ونيس سيد ونيس ذكرت لك قبل قليل العام 2019 شهد قرار بزيادة مرتبات العاملين بالقطاع الصحي وأيضا صدر قرار يجمد تفعيل هذا القرار وتنفيذه وقع هذا الأمر عليكم أنتم ككوادر طبية صحيح طبعا صدر السيد رئيس المجلس رياسي قلع بإنشاء لجنة طبعا هذه قطاع الصحة تمام قطاع الصحة كما هو معروفة الجميع تعتبر من المرتبات القليلة حيثة في الدولة الليبية مقارنة بباقي القطاعات والدور المهم الذي يقوم به العنصر الطبي والطبي المستعب خاصة في ظل هذه الأنزمات التي تعدد للدولة الليبية بخلال الحروف والمشاحنات التي تحتز وهذا يعني يعطب العمر كبير على العنصر الطبي لجنة لدراس المرتبات تم تاني على بأس هاللجنة ودراس المرتبات وتم إحالة نتائج اللجنة إلى السيد الرئيس السرياسي اللي بدورها قام بإزدار قرار بزيادة المرتبات وكانت زيادة المرتبات طبقة آلية صحيحة مدروسة من وزارة المالية ومترص صحة يعني ما كانت حتى الزيادة عبتية كانت وفق معدف رداد ولكن بعد طبعا حدث اعتصامات بعض القطاعات الأخرى أيضا بالعناصر الإدارية اللي هم تابعي لفتاع الصحة فحلث اعتصامات مجلس الرئيس للقرار بإلغاء القرار مع وعودنا طبعا أن هيتم دراسة مرتبات الدولة الليبية وحنين طبعا كعناصر طبية وطبية مساعدة يعني اسفتا بسملائنا الموظفين في قرارة الأخرى ما زلنا ننتظر من المجلس الرئاسي ومن الجهاد التشريعية أن يتم نظر المرتبات العاملين بالكامل خاصة العاملين بقطاع الصحة طبعا حتى لما اجتمانا مع السيد الرئيس ومع السيد رئيس ديوان المحاسرة المحاسرة وعدونا أنهم حينضروا في المرتبات وطبعا رفضنا رفضا كامل المتصفة الاعتصامات أو مثلا ننوقف عامل في أي متشفات لأن الدولة الليبية الآن ووطننا محتاجنا في ضرق قاس حقيقة وليبيا على المحاك الآن فرفضنا كافة الاعتصامات أو أي شيء آخر وننظر إن شاء الله الآن المستقبل للطرع جديدة أن المجلس الرئاسي والجهات الرقبية للمرتبات التولى بالكامل ونتوقع إن شاء الله وعودهم حتكون صحيحة ويتمو زيادة للطم الطبية وباقي العاملين في الدولة نعم طيب فيما يتعلق بما مدى تعامل وزارة الصحة أو مدى ارتباطها ومتابعتها للقطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات طبعا وزارة الصحة توجد بها إدارة خاصة في القطاع الخاص أيضا وزارة الصحة هي التي تمنح الموافقات في إنشاء أي ملفقة أو أي نشاط يخص قطاع الصحة سواء كان بتقديم الخدمات الطبية المباشرة أو لمسأة المختبرات للصيدليات فهذا اختصاص أرسل لوزارة الصحة طبعا انتلاقا من سياس وزارة الصحة ودعم القطاع الخاص وفعلا انتهجنا هذا الانتجاه لدعم القطاع الخاص من خلال تعاكلات مباشرة يعني ما حاولنا نحن حتى تقديم الخدمة الطبية من تقديم على القطاع العام في عسف كانت تعاكلات تكيرة مع مختلف أو معظم مصحات الدولة الليبية واللي يعني تقديمها انهو يستقبل المواطن عاولنا خاصة الشرايح المجتمع اللي هي لا تستمتع بالتأمين الصحي مثل الشركات وغيرها عاولنا نحن نزيل تعاكلات مباشرة مع هذه المصحات تعتبر ان الافراد اللي ما عندهم مش حتى تأمين صحي انهم من حقهم انهم يتلقوا الخدمة الطبية في المصحات وبعد تعاكلنا بقيمة اكثر من 180 مليون تعاكلات مباشرة مع هذه المصحات تقديم الخدمات الطبية واعتقدت ان نجاح 100% لكن ما في 75% يعتبر المواطن الذي يراضي على تقديم الخدمة الطبية او تقديم خدمة المقربة عن طريق مش حتى هذه المصحات نعم طيب سيد ونيس فيما يتعلق بالاسعار المتفاوتة من مصحة لاخرى فيما يتعلق بالقطاع الخاص هل هذه الاسعار تخضع لرقابة او متابعة من قبل الوزارة ام لا صحيح كلام صغير محل طبعا بالنسبة للاسعار التعاقودات التي قامت بها وزارة الصحة مع هذه المصحات ومع المتشفات القاصة والطبط في اسعار نمطية يعني نحن حتتنا الاسعار النمطية عن طريق رجل من نجال تشوون الطبية وهي التي وضعت الاسعار وتم تعميم على هذه المصحات ويضعت تعاقد عليها بتعاقد عن السعمة الوسار الصحة ووضعت من ضمن شروط العقد اما بالنسبة الاسعار المقدمة للمواطن الكريم لأي مواطن يمشي لمصحة او مستشفات هذه مهمتها طبعا هي مهمة وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد هي التي تشك اللجان بالتعاون مع الوزارة الصحة لتحديث تصغيرها ومن ثم تعميمها على الانشطة التجارية التي هي من ضمنها المستشفيات والمصحات لكن التعاقدات التي كانت مباشرة مع وزارة الصحة وقمنا بتحديث اصعار موحدة وقائمة نمطية لأسعار لهم الصغر عليها الانشطة هل لديكم مقترحات ربما تطبق او رؤى خلال العام القادم تجمع بينكم وبين وزارة الاقتصاد على اعتبار انها معنية بهذا الامر بحسب ما ذكرت احنا طبعا اعطينا تعليمات نلأ نفتل رسالة تعتمد جهة الوزارة الاقتصاد بتحديث تسجيل احنا بتحاول من انساعد وزارة الاقتصاد لكن الجهة المخولة بتحديث اصعار الخدمات الطبية لأي نصار تجالي هي وزارة الاقتصاد وتستعيل في الوزارة الخدمية وزارة الصحة لكن احنا مستعدين وقمنا الآن وسنقوم بإذن الله خلال بداية العام بمراصلة الجهة الرقبية مثل حسب البادي وغيرها الشعب ان الاسعار يعني موجودة ومحددة وكان شغلها شغل تقني على سلك وزارة الصحة نعم اعود إليك سيد سعاد سيد سعاد يعني توقعاتك لالعام القادم على الصعيدة الاجتماعية هل يمكن ان نرى تحسن فيما يتعلق بهذا الجانب وبهذا الملف اما ان الامر ربما يظل كما هو عليه في ظل استمرار المعطيات كما سارت بها في العام 2019 طبعا هو الانسان ان شاء الله نتفائل والخير في 2020 وان تنتهي هذه الازمة الحقيقية العدواني الموجود الحرب على العاصمة وصد العدوان لان المؤشرات المفروض تمشي للأفضل يفترض ان نحن حسم هذا الامر ونحن نصل إلى مرحلة صد ورجوع لمن من حيث أتى وبالتالي الازمة هي حلولها ليست بالدرجة السريعة يعني مثلا أزمة الملف النازحين وهو من أهم الملفات وممكن ضيوف الكرام اللي يتكلموا انه معنى بالجانب الصحة جانب التعليم لانه هي أسرة كاملة نازحة فهي معنية بكل الجوانب معاناتها ستكون يفترض في حلول سريعة لكن في ظل هذا الارباك الشديد اللي فيه حكومة الوفاق نتيجة الضربات المتتالية والعدوان على العاصمة والصراحة الضربات أصبحت حتى على المدنيين أصبحت حتى على المدالس عائلات شتتت مدنيين شاهدناهم في الأيام القليلة بس عائلة مثلا حتى إنسان مدني ماشي حتى في سيارة في شارع ممكن يصاب بأي مدرسة فبالتالي الموضوع نتمنى إن شاء الله أن الموضوع يكون أفضل في 2020 نحنين نصل إلى مرحلة نقف صد هذا العدوان بالكامل وبالتالي معالجة هذه الملفات بأكملها طيب بالعودة إلى السيد اسماعيل سيد اسماعيل واقع التعليم خلال العام القادم العام 2020 من خلال متابعتك لهذا الأمر طبعا قبل أن تكلم عليه واقعة التعليم في العام إن شاء الله القادم 2020 حقيقة الأخ التنوت على شيء مهم وهو قصف في العام 2019 قصف المدارس حقيقة ومدارس فيها أطفال وقصف الجامعات يعني القصف الذي تم في تجورة والقصف الذي تم في الزاوية أيضا تقريبا في تجورة كان فيها مكان الفروسية في أطفال هذا القصف حقيقة أيضا القصف الذي تم في وسط مصرات وتم إصابة كلية الطب البشري في عدد من القاعات الحقيقة في جامعة مصرات هذا القصف هذا القصف حقيقة هو جرائم حرب جرائم حرب ويجب حقيقة أنا من هذا المنبر يعني البعثة الأممية التي هي للأمانة سمح لفها كلمة هي نائمة لا حيات لمن تنادي هذه جرائم حرب ويجب أن توتصق ويجب أن تحالي لمحكمة الجنات الدولية نتمنى إن شاء الله في العام القادم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تزول هذه الغمة وأن يندحر العدوان وأن حقيقة ترجع عاصمتنا على ما كانت عليه وطبعا ترجع المدارس إلى وضعها الطبيعي فنتمنى الحقيقة نحن تحض ظروف صعبة جدا وهذه الظروف هي سبب الرئيسي حقيقة نبتعد حتى عن الجانب المادي هو الحرب التي هي على طرابلس ويجب الحقيقة نتمنى من الجميع الآن التكاتف والتعاضد لبناء هذه الدولة المدنية اللي إن شاء الله تكون حقيقة هي مبتغة كل الليبيين وسوف الله سبحانه وتعالى إن شاء الله حيساعدنا في هذا المشوار إن شاء الله نعم أنتخل إلى السيد فوزي ونيس سيد فوزي يعني مسألة توطينا العلاج بالداخل يعني هذا الأمر كان مطروح خلال العام 2019 يعني أين وصلتم في هذا الأمر طيب يبدو أننا نفقدنا الاتصال بالسيد ونيس رسالة أخيرة سيدة سعاد ربما توجهينها لكل من يتبعنا الآن أتمنى أتمنى التي تفصلنا عليها ساعات قليلة 2020 أنها تكون أمن وآمان علينا وبالعكس يعني أنا مواطنة من العاصمة وبالتالي الروح المعنوية لدى الناس الأهالي طراب والحمد لله مع الدولة المدنية مع بناء الدولة المدنية ونحن لا خيار لنا سوى الذهاب إلى بناء الدولة المدنية وعدم الرجوع إلى الخلف هو العدوان اللي كان يعبر وبشكل واضح أنه هو رجوع إلى الخلف إلى عسكرة الدولة وهذا مآل ما وصلت إليه العاصمة والأحداث اللي نشوفه فيها والأزمات والقصف الرهيب والإجرام فعلا إجرام هذا بشكل غير طبيعي هو الرجوع بنا إلى الخلف فهي دعوة لجميع أن تتكاتف الجهود أن نكونوا مع بعض أن نحنين نكونوا عندنا أمل بالله عز وجل أننا أمل حكومة الوفاق ونحن حكومتنا والجيش اللي يتبع حكومة الوفاق وأن يكونوا أن الله سيسدد رميهم وأن يحفظهم بحفظه الكامل وبالتالي نسير نحو الأفضل مسار الدولة المدنية بإذن الله أشكر جزيلا الشكر الناشطة الاجتماعية سيدة سعاد أبو نقاب وأشكر أيضا ضيفي عبر الأقمار الصناعية من مدينة مصراتة السيد إسماعيل كسكاس نقيب أعضاء هيا تدريس بجامعة مصراتة كما أشكر السيد فوزي ونيس المتحدث بسم وزارة الصحة والشكر لكم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة وختاما دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة